ماما بستعمل لكم حاجة حلوة عسلامة شاهدتكم بقولكم بألف صحة وبخير رجعتكم كل عادة في فيديو جديد والفيديو متعنا بالنسبة اليوم بشيكون كعبة مفن بالحشوة معجون الفريز والمشميش حاجة بنينا تعمل ستة بسين كيف تنجمو الكعبة تأذومة مانا يتحضرون مكا كايدة الكوتي متاع صغيراتكم نعرف برشا كايدة حايلين في اللمجة نجمو تحضروا لما في نظومة وترتاحوا جمع الكل وتستحضوا بهم في بوات تغميك ما يسير لهم حتى شاي طوما نتوارش عليكم نمشوا مع بعضنا ديريكت المقادير وطريقة التحضير شنسحقوا كعبة مدانينة شنسحقوا لزازة متاحة والعسير متاحة عندي كعبة عظم شتار كاس حليب شتار كاس زيت ناباتيز و سكيسين فارينة كاس غربوع سكر واحدة سكر فاني وواحدة خميرة متاع قطو شنسحقوا اماند في ليل الزينة وعندي زادة المعجون متاع المشميش بيتبيع زادة بش نسحقوا قرصة ملح جوزت ما حتيتيش مع المكونات وطو اول حاجة بش نعملها بش ناخو كعبة المدانينة متاي بش ناحيلة زازة متاحة بيتبيع المدانينة اللي عندي خسلتها بالبيهي طو بش ناحيلة زازة متاحة ومبعد بش نولي نضيفها ليها بقية المكونات على فكرة بالنسبة اللي ما فينا دوما اقتصاديين على الاخر بكعبة عظم يعملو لكم مشهلة افناش من الكعبة وحاجة اخرى بالنسبة كل المعجون المشميش اللي حتيته في الوسط راو بنانها على الاخر كي ما تشوفوا بعد ما حتيت الزيست متاع الورانج عملت قرصة ملح كي صغير 4 سكر واحدة سكر فاني وبش نخلطهم بالبيهي مع بعضها ديما ننسحكم كي بش تستعملوا زيست متاع اورانج متاع سيتران ديما ما دي بيكم حطوا الزيست والسكر مع بعضهم مخلطهم بالبيهي بشن كاكا القوة معناها متاع الزيست تطلع بالبيهي طاو بعد ما ركستهم بالبيتاو بش نزيد كعبة عظم كل عادة نقاط دهركض وبش نزيد السوائل Frost تضيع كعبة البوردغان اللي استحفظت بها كما تشوفوا قسمتها في ثنين وباش نقعد نعصر فيها باش نسحقوا العسير متاع كعبة بوردغان ولا كعبة مدانينا طبش نحطش تار كيس سحلي بكل عادة بشراكة بالبيو بالنسبة اللي ما في نظومة المان سهلين ما تستحقوش معنى ركاث كهربائي كل شي باليت حتى وكان معندكم شفوية نجمو تعملوها بالفورشيتا كما تشوفوا حتي تجو متاع الورانج وحتي تزادة كل كلب معنى متاع كعبة الورانج زادة حتيتو مع طبش نحط كمية زيت كل عادة نخلط بالباهي جس تلسو في معنى تخلطوا السكر بالباهي مع العظم وبعد معنى يجيكم نفجة وهشوش ويهبل معنى الكعبة المافل طبش نحط الخميرة متاع القتو بالنسبة لها حتيت مقدار معنى متاع مغرفة صغيرة وبش نحط زو سكيسام فارينة والفارينة متانة بالتباع دي ما نقول لكم لازم نغربلوها بالباهي بش اولا معنى يتتهوى وكيف كيف كان فيها يا كداشي ولا حاجة يتناحى طبش نخلط بش شوية بالفورشيتا وبالنسبة للخليط اللي نتحصلوا عليه ما يكون شاكلي خليط سايل على الاخر ما يكونش زادة عاقد برشا يكون بينه بعي وتو اخذت الفورما متاع الكعبة متاع المافل حتيت فيهم القوى اللي ببادوكم وديركت بش نحط الخليط على فكرة بالنسبة للخليط حاولوا جس تتحطو كي ما نقول واحنا في القرر معنى متاع الكاسات ما تحطوشي الكل خاطر نقراوح سيدنا بش نحطو المعجون في الوسط من بعد المعجونة بش نغتيوه كي ما تشوفو بش ناخو المعجون مضاي بش نحط جس مغرفة صغيرة ونحاول المغرفة ديك بش نحطها في الوسط دي راكت بش من بعد حتى كيف أنا صغارها كي يبدأ وياكل ويتبدا مواسطة وتبدأ بنينا معنا يموزع على الكعبة المافل للكل بعد ما حتيت المعجون معنى في وسط الكعبات للكل الخليط اللي فضل لي كل عادة بش نغتي بيه المعجون وكملت الخليط اللي عندي للكل وبالنسبة للقويل بحاولوا بش متعبيوهمش بش مفيدوش برشة دجا احنا الخليط بتبع حدسين فيها الخميرة متاع القدو راو بش نفجو لكم بالباهي اخر حاجة عملت رشا امان دي فيلي وديها حاجة اختيارية جس بالنسبة لي معنى بش نقمر الكعبات على خاطر فما كعبات اخرين بش نعملهم بالفرس واندخوطن الفور متاي قاعد يسخن من اقبل على المية ثمانين درجة نار الفقانية ولوتانية دو كنكملهم ديريكت نحطهم في الفور بش نخليهم عشين دقيقة بالذبت تاوش نحضرون بعضنا الخليط اللي بش نعملهم بالمعجون متاع الفريز بالنسبة لي اخترت بش نعمل معناه بالسيتران ونفس المكونات كي ما تشوفوا عندي بستاش للزينة معجونة فريز يتمشيوا بعضها مع اللخر قرصة ملح عدمة واحدة سكر فاني واحدة غبيرة متاع قدو كل عادة كعبة سيتران بش نسحق لزاس متاحة والوجو متاحة شتار كاز زيت شتار كاز حليب كاز غربع سكر وزوس كسين فارينة وبالنسبة لكمية السكر حاولو بش نزودو شوية عالعادة على خاطر السيتران يكون حامض اكثر من الورانج مثلا نفس المراحل اللي بش نعملهم في الكعبات اللي لانين جس الحاجة اللي بش تتبدل اني بدلت الورانج بسيتران والمعجون متاع الفريز والمعجون المشميش بدلته بالفريز وفزينا بش نبدل بالفستاش كي ما تشوفوا الزيض متاع السيتران حاول بش نمن حي الكل بش نبعد تبدا بنينة بعد ما حسيت كمية زيض متاع السيتران اعملت عليه مقرصة ملح واحدة سكر فاني كمية سكر اللي عندي ركاتهم بالبي مع بعضهم بعد ذボ nبttهم كعب ع digamos كي نضيف كمية الحليب كمية الجو متاع سيدران كمية زيدة متاع الزيد كي نضيف كمية النواشة في الفارينة والخميرة متاع القطو بتبيع غربة لطم الباية وذي الخليط اللي نتحصلوا عليه كي نضيف كمية جوزت متاع بش نحط الجوزت متاع الكيزات ثم نضيف كمية المعجون متاع جوزت متاع بش هكثر سينون بعد تبدأ درا كيفاه جوزت هكا للزينا وتبدأ المطعم متاع المعجون يبدأ محلى كل عادة بعد ما حتيت المعجون متاع المشماش بش نغتيهم وزي انتم بشوية بستاش مرحي وادهوما الكعبة متانا سية حضرو هذو ما الكعبات لنلولانين اللي عملتهم بالمشماش هذو ما الثانين اللي عملتهم بالفريس هسيلوا جايوا فيهم سيفة بنة غير عادية صدقوني راجلي معناه روح من الخدمة ويشم هكا في ريحة قد يشم في ريحة مدروج معناه ريحة غير عادية بالبنة هذو ما الكعبات مدي كما تشوفوا قاسيتهم لكم هكا في الوسط بششوفوا المعجون كيفاش هكا يجي في الوسط الكعبة بالضبط وكيف كيف باش نوريكم زي دا كعبة المفن اللي في وسطها معجون الفريس زي دا كيف كيف الكعبة تبدأ بنينها على الاخر هذه الواسامتانة اللي كنت بالنسبة لليوم شا نكون فتكم ولو بإفادة بسيتها وبالنسبة لها مش هلا عملت معناه خليط متاعي طايح لي 24 كعبة كل خليط معناه طايح لي 12 وبالنسبة لليه مفن راوت نجم وتستحفظوا بيوم في حكة تذكروا على اليوم ما يصير لهم حتى شي قعدوا لكم حتى بالجمعة بالجمعتين ما شاء الله ما يصير لهم حتى شي قعدوا لكم بسلامة في أمان الله وشامل دقانا فاصل في تخيين